السلام عليكم من صباح الفقل عمليني معاكم اخوكم احمد كمال ده فيديو سوق الكلاب الالكتروني للجراوي. تخصص جراوي فقط وان شاء الله بازن الله الحاجات كويسة واسعار كويسة ونصلي على النبي بقى ونعرف دل السلام واللي حابب بيعمل لايك يعمل شير لو مش مشترك حابب بيشترك كل ده متاح. مش حابب مش مشكلة يعني يكفينا مرورك الكريم. يلا بينا نخش عالسوق ونتفرج ونشوف ايه اللي معنا. بص هنبدأ الاول بالجرو ده. هو الجرو للأسف مش بعيد لي ولا فيديو ولا صورة حتى والكلب واقف على الارض بحيس اشوف الكيرف بتاع ظهره. بس هو بتكلم في اتناشر الف. متاح استخراج بديجري للأب. خلينا برضو نشوف الاهالي كنوع من انواع ان انت هتتعرف انت بتاخد ايه? اه دي مزرعة تقريبا اسمها البنة. اه دي النتاية على فكرة. في الغالب يعني. في غالب الامر دي النتاية. هو متاح ان هو يطلع لك بديجري. متاح ان انت هتشوف تقريبا حاجة من الاهالي. متاح ان انت هتشوف الغالبا من الاب. هو بتكلم في اتناشر مش فلوس للتقليبات العالية يعني. كسعر للحاجة دي مش مش فلوس. بس اهم حاجة اهم حاجة ان انا اتأكد ان ده ان دول اهالية. لان انت بعت لأهالي بوم. قوي. فالاتناشر الف يتدفعوا بكل الحب. انت مش عارف تصور الجرو كويس اوه. ده ده واضح جدا. الجرو قاعدة على طول. وده طبعا مش موضح اي تفاصيل في الجرو ولا مشيته وبعينة ولا. هو عايز يتصور زي ما الاهالي دي متصورة كده. نجيلة وشمس وحاجة كده توضح الجرو ده ايه. فانت طبعا اللي هتروح تشتري لازم تتعمل في حسابك ان انت تتأكد تمام التأكد ان هو هي دي الاهالي. طبعا انا بحب دايما احمي الشخص اللي هو رايح يشتري. لان اا يعني انت بتشتري حاجة شفتها عند العبدالله فمش حابب ان حد يتخم في حاجة او يتغش في حاجة. انا مش بقول ان الحاجة دي مش الاهالي. انا مش بقول كده بس بقول لك تأكد او يا صاحب الجرو يا اللي بتبيعه اكد للناس ان دي حاجة ان دول الاهالي. وانت عندك مية طريقة للتوضيح للنقطة دي بالذات. اكيد. تخش بقى على الجروة الامور ده. جروة بوكسر. عايز اقول لك زي ما الكتاب ما قال. اه البوز مش مكتوم الكاتمة الاوفر بس هو في منطقة حلوة. هو في منطقة حلوة قوي على فكرة. الرشاقة بتاعته والجسم اللي هو ده على فكرة جروة ستة شهور. فيه طول حلو. فيه يعني. هو عايز اقول لك هو مش احسن حاجة قوي. برضو علشان تبقى ايه معي في الصورة. هو مش احسن حاجة قوي. لكن هو جسم رياضي. جسم رياضي جميل. عظم سليم. وده هتلاحظه هو بيتحرك على فكرة. البوكسر برضو فيه لان ده يعني حاجة طلعة من كزا فصيلة دخلت وطلعت النوع ده. اللي هو البوكسر. مش حاجة مش كلب اصلي. بمعنى ان هو مش حاجة زي الجيرمن كده هو فصيلة. لا ده دخلوا كزا فصيلة عملوا البوكسر. فالكلب ده اي كلب فيه الموضوع ده ان هو كزا حاجة دخلت في بعض وطلعوه. ده بيبقى الساعات في مشاكل صحية. خصوصا العضم. العضم هو جهز التنفسي. هم في حتة كويسة في العضم. احنا شايفه تمام. جهز التنفسي هيبقى تمام لان هو من بوز ومش مكتوم زيادة عن اللزوم. فبالتاني مش هيبقى عنده مشاكل كتير في الجهاز التنفسي. بيتكلم في تلات تلاف ومتين بالدفتر بتاعهم الطعم ما كانوا الاسماعيلية. اهل اسماعيلية ناس محترمين جدا. وما ظنش ان انت هتختلف معاه في سعر. و تلات تلاف ومتين ماشي. ممكن نزوقها شوية عشان اخواتنا شوف برضو الدنيا تواصل معاه لو انت حبيب تربي الجرو ده. الجرو اللي احنا شايفين دلوقتي ده عايز اقول لك. انا فطاست من الضحك. بسبب التكتيفة اللي هم كانت تفعله في الكرسي. الفكر لي بمشهد بتاع فيلم ولاد العام بتاع كريمة عبدالعزيز. اللي هو برضو بالنسبة لي مشهد كوميدي. اللي هم لما كانوا مساكوهم كتفينه في الكرسي. فطاست ضحك. وبص يعني شبيه جدا. شبيه قوي. لاحظ كده. يا ابني ده اكبر جهاز مخابرات في العالم. متهاقل بقى يعني صاحب الجرو ده لو اكبر الجرو ده عنده ورباه. لما يجي شرس الجرو لما يجي اكبر هيستخدم مع نفس الاسلوب بتاع الزغزغة لما كانوا بيكهربوه. بتعافش كانوا بيكهربوه اولا ما قاعدينوا على زغزغة بالكهربة. فهههه هعرف انت الموضوع زي كده. خزاك. فماشى يا جماعة اللي عايز يشتري الجرو ومتاح الرقم ده بالف ومية واخد عنده داخل على تلات شهور. والسعر قبل التفاوت والرقم عندك للتواصل. ده جرو كاني كرسو تسع شهور. تسع شهور من طعم خماسي سوماني حشرات ددان معاش هاته الطبية. معاكم امر زغيرين ظاهرين في الفيديو اللي هو مش باعته. المهم ايه مكانه دميات او تاريب ان باعته بس انا لسه ما جاش في التشغيل يعني. مكانه دميات سعره تلات تلاف ونص. ده كويس بالنسبة للكاني كورسو على فكرة. كسعر يعني. واخد لون بلو كويس كمستوى ما اقدرش احكم عليه. لكن هو برضو في منطقة كويسة يعني. كتقليب. ام لونه حلو. اللون البلو ده من اللون المفضلة عند المربين يعني. بيحبوا اللون البلو. بس انا مقدرش احكم عن ايه السبب? انا مش شايف على الطبيعة فمش شايف الحجم بتاعه ايه? لازم اشوف حجمه ايه? هو في شوية تقليب كويس. يعني كان نقصه مسلا شوية كرمشة في العب. شوية حجم في في الجمجمة. يعني شوية حاجات كده نقصها. بس هو المرأة ده في السيارة فهو بيتكلم في تلاتة ونص. من الاقل جرو كاني كورسو كويس بيخش له من خمسة لسبعة. فهو بيتكلم في تلاتة ونص مش كتير. فلو لو الجرو ده جاي من هورا اهلي. فيهم مسلا الام بيتبول والاب كاني كورسو. فبرده سعره مش مش يعني ايه? مش 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 سعره مزبوط. والكلب في دم بس هو شارس بالفترة يعني. زي ما انت شايف كده بيطلع بقم من بين الخشب وعمل شوية دكن. فكويس. يعني كمستوى حراسة حاجة هتعرف تتك عليه وتتقس عليه وتشغله وتمطقه. هيجي منه. ما كانوا زي ما قلت لك دميوات. الكلب والله يكلون حلو. كهبة ينفع في الحراسات. لو انت بصص نظرتك ان انت عايز حاجة للحراسة. الكلاب الدخمة دي هي انسر كلاب للحراسة لسبب واحد فقط لا غير. الحجم ده او الشكل الحاجة الجامدة. هو بيخوف الحرامي او اللي بيفكر يخش المكان بتاعك من قبل ما الكلب ينطق. من قبل ما الكلب يغوهب. هو خاف يقول لك يا عم ده عنده كلب قد كده لو دخلت مش هطلق. فانت لازم دايما يبقى عندك حجم كلب حجمه حيل. في ناس مثلا مثلا بتربي مالينه دي يحرص. المالينه ممتاز. ممتاز. الدوبرمن ممتاز. فالمالينه ممكن يعني ايه? الحرامي يحسبه بلدي. فمش هيدي له هدته. فالحرامي لو دخل الحرامي لو دخل حيتنجد جوه. حيتنجد حرفيا. انما الحرامي لو شاف كلب دخل. من قبل حيفكر مليون مرة قبل ما يخش. لان دخل. لان هو اصلا جبان. لان هو عارف ان هو بيعمل حاجة غلط. فهو اصلا جبان. فالحاجة دي لما يلاقيها هيخاف اكتر فاكيد حيلغي الفكرة من دماغه. دي يعني وجهة نظر بترحق. ممكن نتناقش فيها في الكومنتات مسلا ونشوف الدنيا فيها ايه. الجارو ده انا سمته شقاوة. آآ نظرا اللي هو متسول. وانه هو لونه حلو. وانه هو شرس. الجارو كويس بصراحة عمره شهرين اللي هم صلى عنها بداية. الجارو ما بيحبش يتلمس بيغير على جسمه. كمل على ده. كمل على ده. من غير ما تقرس اوعى الكلب ده القبل العلم. تمام? والكلب مترخص. الجارو مع رخصته مع دفتاره. ودي حاجة تريح بصراح اسمه كلبش. عنده كان الطعم كان عنده تمانية واربعين يوم. فام? كويس. كويس. ام مكانه كفر الشيخ? طيب. ام تعالى عايز اقولك بس ايه شوية حاجات كده اهم طعمه صعاره اهو اللي تطعمه في الدفاتر زي ما انت شايف. ورقنا سليم والدنيا زي الفل. الجارو كبينيا عضلية هيطلع حل. ان شاء الله يعني. واحب اقولك لو انت هتاخده هتهمل في التغذية بتاعته هيطلع وحش. اي كلب جلد كده. اي كلب جلد. اكلوا كويس? حركوا كويس? لازم تحركوا كويس. يعني ايه حركوا كويس? جريه. خليه جر كوياتش وهو بيجري. ام دايما ان يبقى لابس سديري ما تلبسهوش ليش في رقابته. سديري وخليه يجي. اربط فيه اي حاجة وصيبه يجري. عيش. خليه يجري. خليه يجري كتير اصلا حتى لو مش بيجر حاجة. يطلع سلالم ينزل سلالم. هتلاقي التشريح بتاع جسمه تزال. خصوصا مع اكل حلو. اتفرج. اتفرج بجد يعني. هيبقى حاجة بوم. حتى لو جارو عايز اقولك بص يعني اهالي تحت السلم. هيديك برضو ناتج عضلي ممتاز. هو بيبص برضو عشان نكون ايه الصراحة? اي جارو. اي جارو جلد. بيبين ان هو معضل. اي جارو جلد بيبقى سدره مفتوح وبيبقى شكله حلو. احنا مش بنتكلم على ده. احنا بنتكلم على العام. لكن على ده هو كويس. هو كويس ولو دلقب فعلا تمام. حلو جدا. الام ايه برضو دي على فكرة عليها عامل. الام ايه دي برضو عليها عامل. وراح بص بصة وهو بيتكلم في سعر والله ما قال يعني مش عارف كم بزبط. هشوفو لك دلوقتي. هحاول يعني. لا للأسف مش باعت السعر كامل. وانا منيش دعوة بالتقييم بتاع السعر. بس انا شايفو يعني الف جيني الف وماتين. في يعني حاجة في الرينج ده هتكون كويسة بالنسبة للسعر. هو عايز سعر اكتر من كده الحاجة ترجع له. بص الجر مش طيق الفورشة عليها جسم. عفكرة ده بيهوهو بتاعه بيعمل قلق يعني. شان كده سميته شعره. شوف بقى انت عايز تسميه ايه اللي هتشتريه اقترح عليك كزا اسم سميش اقاوة سميه مسلا مش عارف هو عايز حاجة كده اسم هو اسمه كلبشة فبرضو كلبشة مش وحش بس منتشر بصراحة فحلو هو الجروة حلو كمستوى كلون كتقليب كدم حلو هو في منطقة حلوة في كل حاجة بصراحة الناس اللي بتدور على كلم هو يربيه من هو صغير يربيه الكلب من هو صغير وعايزه للحراسة برشح لون دايما الجروة اللي بتبقى بالشخصية دي ده محامي بينطق بسرعة ده هيشتغل معك بسرعة مش مش هيتعبك فكوائس في حتى في سوق الجمعة اللي فات لو تلاحظ في جرو جريد دان الجريد دان كان شارس جدا عايز اقول لك شكله كيوت وعنده عين زرعة وراي حطبطب عليه لقيته كان هيجيب ايدي فاندهشت اتهزيت كده للحظة فحلو عجبني برده والجرو ده كويس اللي عايز الرقم موجود وتعالي نخش على بعده لان الجرو ده من كتر من استلزيته حبيته طولت معه شوية تعالي نخش على بعد ده جرو يفترض انه جيرمان تمام عند اربع شهور بالف ونص ما كانوا الملفية المشكلة ان انا مش شايف يعني انا مش شايف بجد بس هو احنا هنقول جيرمان ان هو شعرته قصيرة شوية الوش ده فيه ناس بتقول على التركيبة دي التركيبة دي بتقول عليه بلاك جاك الماني بالبلدي كده في حتى الناس يقول لك انا عايز كلب بلاك جاك الماني هو ده ده بيتقال عليه كده ساعات ساعات مش دايما بيبقى مكس بريد بلدي على جيرمان فبيطلع الشكل ده عشان ديه للامانة انا معرفش اهالي ايه بس هو كده عنده الاهالي انا انا مش بقول عليه النبلة دي عشان ما هنش حاجة الراجل انا مش بقول عليه النبلة دي بس اه انا مش مش شايف تفاصيل كافية تثبت له النجيرمان هو هو كويس هو كويس كشكل انا شايفه في الصورة دي او في الفيديو البطيء ده انا شايفه كويس جدا على الطبيعة هي دي اللي هتحكم معاك الاهالي هي دي اللي هتثبت معاك الكلام كله من الاخر ممكن تكون الفيديو ظلمة عشان كده بقول لك لا ده شكله مش بيور قوي فما ما تاخدش بالكلام الا لما تروح تشوفه على الحقيقة وبرضو هنقول ان هو مستوى كويس نسبة لسعره يعني مش كتير برغم ان انت حتفاصل وانا متأكد من كده فاصل بقى براحتك خد وعندك رقم للتواصل اه جزء العصافير دول بهديهم لزميلي في الشجل اللي هو قال لي خلي بالك عشان انا بأزي الناس اكملنه عصفورة وكده والناس بتتحايل علي ان انا مأزيهاش وحابب اقول له لن يصيب انا اللي ما كتب الله لنا وتوز فيك وتوز في المديرين اللي بيسمعوا لك وان شاء الله ربنا يبتلكوا كلكم ينسيبه بازن الله عشان انتو ناس مش سالكة والحمد لله يعني اللي عايز العصافير دي يعني بالمناسبة يتصل على الرقم ده دي عصافير فعلا بجد للبيع تمام بس انا ايه حبيت اوصل رسالة لان انا لما اروح الشغل ان شاء الله هودي له يعني هفراجه على الحتة دي من الفيديو فحبيت بس اقولك كلمتين دول عشان يعرفوا ان احنا الناس ما بتخافش من ربنا سبحانه وتعالى واي حد تاني هو سبب حتى لو حد ازاك خلي بالك هو مجرد سبب وهو ربنا جعله سبب عشان انت لازم تتأذى في الوقت ده والمصلحتك على فكرة فالحمد لله ما فيش حد ازاني في شغل فيما قبل الا وربنا رزقني بشغل احسن منه فيما بعد فلو هو ربنا هيجعله سبب ان انا مشي من مكان انا شغل في دلوقتي فاكيد ربنا شغل لي حاجة احسن وبرضو احب اقول له طوز فيك تاني تاني عشان معلش يعني مرتين طوز وخد كمان واحدة طوز عشان يبقوا تلاتة مع بعض فاكيد باكتجي على بعضه تمام ويلا بنا عشان ننهي الفيديو في النهاية الفيديو اوعى تنسى تصلي على النبي للمرة التانية دي اهم حاجة خلي بالك واللي عايز اي حاجة اخوك تحت امرك في اي وقت من خلال رقم الواتساب اللي هو ظاهر هنا دلوقتي وابعتلي وانا اول ما بشوف الرسالة برد على طول يفضل يفضل لو انت هتبعتلي حاجة تبعتلي صور وفيديو واضحين في الشمس تمام وتبقى رابط الكلب ومصوره نزله كده بحيس ان انت تقدر تجيب الشكل كله وانا ملاحظ ان في ناس بتادي تاخد بالموضوع ده وبتصور الحاجة الحلوة او برغم ان المستويت مش عالية بس الحاجة بين انها حلوة عشان هو مصور صحة فا وتبعتلي على الرقم الواتساب وياريت تقولي المكان وياريت تقولي السعر وياريت لو جروا تبعتلي الاهالي حتى لو جروا عنده التسعة شهور او ست شهور او سبع شهور مفيش مانع ان انت تبعتلي الاهالي عشان الناس بتبقى حابة تشوف الدم او وخاط الدم عامل ازاي صباحك فل والسلام عليكم